أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسي فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه نتموء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدني وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المدلمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا لعلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه أمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو لا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون سلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدي ومن هو في ظلال مبين وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء إنها لكم إلا وجهة له الحكم وإليه ترجعون اشتركوا في القرآن أممم